على الرغم من المحاولات السياسية والحكومية لتحسين واقع سكانها منذ خمسينيات القرن الماضي عبر سلسلة من المشاريع والتوسع السكاني إلا أن مدينة الصدر لم تشهد سوى تراجع مستمر في جميع مجالات الحياة فالمدينة التي تعددت تسميتها مع تغير الأنظمة والانقلابات العسكرية في العراق والتي تمثل شريان الحياة في العاصمة لم تشهد توجها حقيقيا لتطوير واقعها منذ تاسيسها فهي على الرغم من كونها منبعا لمثقفين وشعراء والفنانين إلا أنها وقود للحروب الدائرة مدينة المضحين وكبش فداء العراق مدينة الثورات والانقلابات على مر التغيرات لم تشهد حلا لواقعها سوى وعود انتخابية كانت طامعة بالفوز في السلطة فالمدينة التي تعاني من التضخم السكاني لم تقابلها أي خطة لحل أزمة السكن أو تحسين البنى التحتية أو لاستفادة من الطاقات الشبابية التي تعاني بطالة مزمنة على مدى الحكومات المتعاقبة فمتى ينصف أبناء مدينة الصدر ومتى يستبدل الواقع فأغلب المدارس المهدمة بحجج إعادة الإعمار ما زالت ركاما ومعظم الطرق التي سارت عليها عجلات السياسيين بحثا عن صوت انتخابي ما تزال خرابا فالمدينة الغاصة بالسكان لم تجد متنفسا ترفيهيا بعد ان استغلت أماكن الترفيه لتحول إلى محطات استثمارية لبعض الرؤوس فهل يبقى العبث يرافق المدينة العتية على الظالمين أم لها صولة أخرى ترجمة نانسي قنقر